الاهلي والاتحاد كابتن كبير كابتن عفتاح الجارم واتكلم عن العلاقة اللي دايما والتواصل المستمير بين الكابتن محمود الخطيب والستاذ محمد مصلحي وهو ده يعني اوتوبيس النادي الاهلي في طريقه الى استاد السلام طبعا كنا عارفين المباراة في استاد القاهرة لكن نظرا لسه للاصلاحات المقامة في استاد القاهرة وزراعة البزرة الشتوية علشان الملعب فهتقام المباراة اليوم على استاد السلام طبعا زي ما احنا عارفين جماهير النادي الاهلي دايما ورا فريقها مساندة وداعمة في كل الملاعب تقول لبرج العرب تلاقي جمهور النادي الاهلي في السلام جمهور النادي الاهلي في استاد القاهرة في جمهور النادي الاهلي في افريقيا جمهور النادي الاهلي دايما جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد هو دايما المساند والداعم ودايما زي ما نقول في الحلوة والمرة فهو دايما ده هو ده مكسب النادي الاهلي دايما جمهوره جمهوره العظيم اللي شفناه في المباراة السابقة وشفناه في البطولات احنا الحمد لله السنة دي قدرنا ناخد بطولتين بطولتين مهمين جداً بطولة السوبر المصري وشفنا جمهور النادي الأهلي في الإمارات وشفنا مباراة العين بطولة الكارات السلاس شفنا جمهور النادي الأهلي وحديث كمان يعني الجهاز الفني للعين ولعيبة نادي العين لما تكلمت على جمهور النادي الأهلي هو ده دايما جمهورنا ده اللاعب رقم واحد زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم هو ده تحرك بعثة أو تحرك فريق النادي الأهلي إلى ملعب السلام وهيكون معاكوا بعد يعني ثواني بسيطة التشكيل اللي هيبتد النهاردة بيه مارسل كولر النهاردة فيه غيابات مهمة طبعاً منشوفه سامة أبو علي بعد إصابته في منتخب فلسطين وما طلعش حد بالمناسبة من نادي الأهلي قال بعد سامة أبو علي الرجل مش هينضم لمنتخب فلسطين لا ده لو تصاب مئة مرة وألف مرة هينضم المنتخب فلسطين شأنه شأن أي لاعب في النادي الأهلي نتمنى له طبعاً الشفاء لكن لاعب المنتخبات أو المنتخبات الوطنية دي حاجة يعني ما ينفعش نتكلم عليها ما ينفعش نقيمها زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي هو دايماً اللي بيدفع الضريبة عنده أكبر عدد من اللاعبين في منتخبات النشئين شوف مع كابتنا أحمد الكاس في منتخب الشباب مع مكالي في منتخب الأول أكبر عدد وأكبر عدد والنادي الأهلي يعني بيرحب دايماً بكل اللاعبة في أي وقت في أي مناسبة علشان الناس اللي تقعد تزايد وتقعد تتكلم على لعبة النادي الأهلي زي ما بقول له حضراتكم أكبر خسائر شوف كم الإصابات اللي بيحصل وعمر ما فيه مسؤول طلع في النادي الأهلي علشان يقول لا ده احنا مش اللعبة مش هتنضم استحالة تلاقي تصريح زي ده في النادي الأهلي طيب خلونا طيب قبل ما نروح لفاصل ناخد تشكيل النادي الأهلي وقوله لحضراتكم في حراسة المرمة محمد الشيناو في حراسة المرمة قلب الدفاع عرامي ربيعة وخالد عبد الفتاح اليمين أكرم توفيق في الشمال يحيي عطيته الله وسط الملعب كوكة والسلية إمام عشور وفي الأمام الشحات الشحات وطاهر وفي الأمام محمود كارب زي هنقول لحضراتكم التشكيل مرة تانية في حراسة المرمة محمد الشيناو خط الظهر من اليمين للشمال أكرم توفيق خالد عبد الفتاح رمي ربيعة يحيي عطيته الله خط الوسط عمر السلية إمام عشور أحمد نبيل كوكة في الأمام حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم بنقول له حمد الله على السلامة محمود كارب